بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قرما ما أنذر آباؤهم أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واصرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرتلنا إليهم الثنين فكذبوهما فعززنا مثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتموا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بصر إن لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من الكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستمزئون لم يروا كم أهلكنا قبلا من القرون إنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلط الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا هذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآية لهم أننا عملا ضريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركرون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم طرحون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا آلا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تلزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه الجنة التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ففلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يدكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتغموا من دون الله آلة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أزرب لنا مثلا ونخي خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عريم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تلقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فاسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون